اشتركوا في القناة او اكتر من قضية البعد الاقتصادي خطة اقتصادية قدمها ايضا عن الاندماج الوطني وايضا عن مشروع تنمية اقليم قناة السويس السؤال بقى بعد هذا الجهد الجهيد اللي قام بي تياري الشعبي واكيد كان نتيجة بحث واضافات لكوكبة من العلماء والخبراء وقدمتوا هذه الافكار والمبادرات والدراسات ايه الضمان انه ده يتنفذ ويتم الاستفادة بيه وما يتحطش في الدرج او ما يتركنش زي ما يعني جربنا على مادة سنين طويلة جدا مشاريع وخبرات تقدمتهم مفيش دمان لكن هو في الحياة الدمان الوحيد دلوقتي هو الميس هو الشعب هو الميجمهين معاه معاه معاتش حد يقدر تجاهلها يعني الشعب العظيم ده ان شاء الله اسقط رئيسين في سنتين مش ممكن حد يتجاهله بعد كده احنا طالبنا في البدرة بانه لفيه الية سبتة واضحة للتشاور بين قوى الثورة بين حركات الشباب والقوى اللي دعت للثورة في 30 يونيو وبين الجهاز الحكومي يعني طالبنا انه اداء الحكومة بقى تحت رقابة شعبية بانه كل وزارة تعلم خطتها واهدافها وبرنامجها بشكل وجدول يعني اسبوعيا وشهريا عشان ما فيه امامة امامة الرقابة على الاداء طالبنا بانه تفعيل فكرة تعيين معاونين للوزراء من الشباب والحيه فيه تجاوب لانه في النهاية دي نقدر نقول عليها درجة كبيرة جدا من دي حكومة الثورة مش معنى كده من تشكيلها مرضي مش معنى كده من تشكيلها هو الافضل مش معنى لكن في النهاية السياق العام اللي هي جاية فيه ولي تم تشكيلها فيه بيقول انه اهداف الثورة موجودة على الاجندة وموجودة على الطاولة والاشخاص الاساسيين في الحكومة كلهم جنتموا لقوى الثورة من 25 يناير لغاية 30 ينيو قدام خطوة مهمة جدا تعيين المحافظين في وجهة نظر داخل الجهاز الاداري للدولة نقول ان دي مرحلة محتاجة الخبرة بمعنى انه لازم تاني نرجع لعناصر من داخل جهازي الشرطة والقوات المسلحة يعني دباط متقاعدين من داخل مسلا سلك القضاء وقضاء متقاعدين يعني حد يكون عنده خبرة عنده السن اليسمح بين وجهة مرحلة احنا عارفين كويس قوي انه اعداء صورة 30 ينيو مش عايزين من بلد تنجح مش عايزين من بلد تنجح لقدام قالوها صراحة تنين قالوها من قبل 30 ينيو كنا نسمح كل مكان الاخواء المسلمين قالوها بدل مرة الف لن ينجح رئيس بعد محمد مرسي اذا نجحته في الاطاحة بمحمد مرسي لن نسمح بانه اي رئيس كان من مدته لن نسمح بانه اي رئيس اي تقدم سمعين الدعايات الموجودة على الفيسبوك الاخواء المسلمين بسحب فلسهم من البنوك وعدم تدنيه الاقتصاد يعني ان فيه تحديات كبيرة دي وجهة نظر بتقول انه محتاجين خبرة في وجهة نظر تانية بتقول انه انه جهاز الادارة المحلية اللي هو الاكثر تماثل مع الناس ومع المواطنين في القرى وفي الاحياء وفي المناطق السكنية محتاجين فيها روح مختلفة ودم جديد وجي اجيال اكثر شبابا واكثر حداثة واكثر قدرة على فهم العصر واكثر اقترابا كمان نروح السور وبتنى الوزر دي الموجودين وبتنى النقاش حواليهم قد ينتهي بالبناء مع المزج بين الوزرين طيب بشكل عام شايف انه ممكن ده يتطبق ويحصل على الارض في ظل حالة الارتباك اللي موجود فيها الشارع دلوقتي بسبب الاعتصامات الموجودة لانه رئيس الوزراء من كذا يوم يطلع في مؤتمر صحفي وقال احنا مش هنقدر نعمل اي تحرك واضح وتغيير كبير محسوس في الاقتصاد الا بعد عودة الامن ووجود الاعتصامات دي بيهدد بشكل او باخر الامن حتى الان في وجهة نظر تانية بتقول لا انه تشغيل الاقتصاد وبذل الحكومة موجود كبير منتقن ده اللي يفكك الاعتصام مش العكس حضرتك مع اي وجهة نظر؟ يعني هو قد نفتكر انه كانوا الاولوياتين المطروحين على وقت تشكيل الحكومة هم الامن الاقتصاد وجهة نظر انه محتاجين الامن لعادة الاقتصاد عادة تشغيل عجلة الانتاج ليها بعض الوجاهة بمعنى ان مش ممكن نتكلم على حمل التنشيط بصلا للسياحة في ظل الناس المعتصمين في المياه دي مش ممكن ده وخاصة انه تجاوزوا مسائة الاقتصام وبقت الفكرة هي المسيرات اللي بتنطلق بينهم حتى مواعيد مسبقة حتى غير ما ينبيههم الناس والاشتباكات اللي بتحصل لانه في الحقيقة انهم مش ممكن حد يعرف في نظر مسيرات وسط مناطق سكنية معادية رفضة وكرهة يعني الناس في البيوت هم عارفين هم ماشيين في الشارع من ناس اللي في الشارع ضدهم ومن ناس اللي في الشارع عديد الدهم ولي ركض عربية ده ضدهم هو شايف دوت في عينية وشايف وبالتالي في حالة من حالات الكراهية والعداء وده على طول بيحصل عند اي شواء بيحصل الصدام دايما كل يوم فيه صدامات في طنطة في ضمياط يعني كل يوم فيه فلا بيقولونه ممكن يعطل اي ملابرة يعني تشارية دي اجواء فيها صعوبة مثلا تحرك استثمارات مباشرة جديدة او تحرك حركة سياحة لكن ما تنعش مثلا اصدار قوانين حد اقصى حد عدنا للأمور تنظيم مرور يعني اهجاف الصورة يعني بقابلنا الصورة ليه يعني اهجاف الصورة الحالة اما نستنى لما كل الدنيا عندي خبر عاجل بس عايزة اقوله على حضراتكو انه الاستاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس الجمهورية قال انه لا مية لعقد استفتاء على خارطة الطريق او اجراء تغيير عليها اه وده ردا على بعض الاشعاعات اللي طلعت انه يعني فيه مفاوضات حاليا مع جامعة الاخوان المسلمين او بعض العناصر لا بعض العناصر فيها وفيه مفاوضات فعلا وان ده شرط من شروط هذه المفاوضات او يعني محاولة للضغط في سكة انه يبقى فيه استفتاء على اه خارطة الطريق او اجراء تغيير عليها هو دروتي فيه نفي تام لها اه فيه نفي بمعنى ان احنا لم نستجيب لهذه المطالب انه مش ممكن ناخد خطوة الوراء مش ممكن نهدر ارادة وكرامة عشرات الملايين من المصريين اللي خرجوا الحقيقة اكتر مرة خرجوا في 30 يونيو وستمروا في الشارع واحد واثنين وثلاثة وثلاثة كان يوم مهيب ثم مليونية سبعة سبعة ثم ستة عشرين سبعة مش ممكن ان انا اتباهل ارادة الملايين ديت واروح اقول ان انا اعمل استفتاء وفق دستور 2012 اللي هو اصلا الدستور لكن احد مبارضات واحد اسباب الخروج من نصف 30 يونيو ففكرة الدعوة الاستفتاء بتقدر كل ده كلام مش ممكن ان انا ادعو الاستفتاء على رئيس محبوس 15 يوم وعلى زمة قضية التخابر يعني مش ممكن حد يتفكر انه نهدم دولة القانون بهذا الشكل لان ان تكون هناك دولة في مصر اذا احنا بنرفض الاستفتاء على فالت الطريق لانه كان في ضغط استفتاء بمعنى انه ان يعود مهدي المبادرات كده اللي يقدمها الاخرى المسلمين في المفوضات اللي بقى فيها خلاص طرف دولي وعربي بشكل واضح ومعلن بيروح السجن ويروح هنا وهناك واضح جدا من فكرة المطروحة هي فكرة الخروج الامن جزء من الخروج الامن المطروح في تصور او في زهن القضاة الاخوانية يعملوا ايه في اقنع وزايا عناصرهم ومقاعدهم هم بيقالهم شهر بيحشدوهم بمنطق صحيح دي ازمة من الازمارات طبعا هو اصبح قيد عليه هو بيحشدو منطق وكل يوم بيقول له الرئيس مرسي يكون معنا بكرة هيكون معنا يوم الحد هيكون معنا يوم الاربع يعني هم بيدوهم دايما نوعيد وفي مفاجأات مزهلة ستزهد العالة وفي دايما هو بيحشدو وبيديلو امل عشان يفضل موجود معاه فبعد شهر في اكتشف الاخر انه كان المطلوب انه القيادات ما تتحبس او ان الفلوس انه هو ده هو كفح عليه هو عايز ما يحفظ ماء وجهه بانه في الاخر ادونا اي حاجة تخص مرسي في النهاية انه انه قرج لا وده برضو يعني بيعكس ايضا بعض التسريبات اللي قالت انه في ضغط من بعض الجهات الاجنبية انه يبقى في تعديل في خارطة الطريق وتبقى الانتخابات اولا وليس الدستور اولا يعني يبقى في رئيس جمهورية باسرع وقت ممكن بدلا من المسار الطبيعي لخارطة الطريق اه اه يعني ده تعجيل الضغوط الاجنبية وفكرة الضغوط الخارجية متصور انه خلاص تجاوزنا هذه المرحلة تمكنت يعني الادارة الجديدة اللي فيها رئيس وفيها نائب رئيس وفيها مؤسسة اسكالية وفيها مجلس وزراء يعني الادارة المرحلة دي تمكنت فعلا انها تتجاوز خلاص الضغوط الخارجية واللي كان واقف ضدنا خلاص في اللهاية اضطر انه يسلموا يعني خلاص وشفنا يعني الرسالة الموجهة لأوباما بهذه الصيغة في الواشنطن بوست من الاول مرة مسؤول مصري رفيع بهذا الحاجم اول مرة من 40 سنة انه مسؤول مصري يكلم زي ما فريق العفاتح سيسي يتكلم في الواشنطن بوست يواجه الانتقاد للرئيس الامريكي بهذا الشكل احنا تجاوزنا المسألة داية فكرة انتخابات اولا ونكرر تاني مأساة الداياعة لان احنا مشينا احنا مشينا احنا بطريقة مسدودة يعني بطريقة مسدودة ما هيش بطريقة مسدودة وطبعنا نرجع تاني ده مسألة مستحيلة الفكرة عايز اقولها ان احنا يجب نرفض حاجتين الحقيقة نرفض العقاب الجماعي ونرفض العفو الجماعي لان مفيش حاجة اسمها ان يعقب شخص لانه ينتمي الى الاخرى المسلمين او يعقب لانه ينتمي الى التواتل الاسلام السياسي الحالي مصورة تانيار قامت علشان دا ما يحصلش يعني فكرة ان يعقب الناس بسبب انتبقتهم السياسية دي جريمة بتخالف كل اللي احنا نضم علشانه وكل اللي احنا نؤمن بيه كمان لازم نرفض فكرة العفو الجماعي ان يعفى عن شخص او ان يحسن شخص من المساءلة ومن المحاسبة لانه ينتمي الى جواج الاخرى المسلمين اللي بتعرف تحشد لها 20-30 الف ويقرفونه يعني يقرفون الناس يعني كمان ان دو تكون مبرر لاستباحة القانون بهذا الشكل العفو الجماعي ان يصدوا من انواع التحصين لاعضاء جماعة سياسية معينة او لاعضاء طيار سياسي معين فتسقط عنهم التهم اللي فيها تخابر واللي فيها فساد الحياة سياسية واللي فيها فساد مالي واللي فيها اهنا للقضاء واللي فيها قتل وتحريد على القتل وعنف وتدوير منشآه ان تسقط كل هذه يعني تبعوا اولياء الدم يعني الناس الاستشارة يعني انا رحل السكان بين الصراعات دلوقتي يعني احنا هنسقط التهمة عن اللي اتاركه وعن اللي حرده اعتقدم ده في صميم شغل صميم شغل العدلة الانتقالية طبعا يعني ده صحيح لانه هي اللي حد فيها الصفح ما دمه فيش دم لا هي اللي حتحدد الاقوبة وحساب كل من اذنب على حسب دمه فيها اقوبة فردية يعني ده كمان لازم بيع مسألة واضحة ان انا بعاقب شخصي انه ارتكب جريمة منش بعاقب انه يمتمع الحزب او بعاقب انه صديق واحد ارتكب جريمة لكن كمان وانا كمان بعفه فبعفه مش بعفه بشكل جماعي انا بعفه بشكل عن انه اللي ارتكب مثل هذه الجرائم بس دي كله مراحل لاحقة يعني مراحل لاحقة ليفي صلب مفوضات ديارة 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 يعني فكرة الخلوج الآمن فكرة تنتهك القانون وتنتهك فكرة القانون وفلسفة القانون نفسه لان هي فكرة بتعطي حصانة لمجموعة من الناس لمدرود انهم انتموا الحزب السياسي هذا الجميع بيتكلم دلوقتي بصراحة كده انه هو ده الورقة الاخيرة اللي بيلعب بيها الاخوان انه انه احنا هنفض الاعتصام في مقابل الخروج الامن سواء للأفراد او للاموال لبعض الزعمات او الاموال الخاصة اه يعني اذا كانت الدولة يعني لابد ان ترفض مثل هذا التفاوض طبعا ايه الورقة التانية اللي ممكن يلعب بيها هو وسيلة الضغطة اللي عنده الحلقية مش ربعة ومش النهضة وسيلة الضغطة الحلقية هي سينة الرابعة والنهضة ده الظهير السياسي للارهاب في سينة مش ربعة والنهضة بس يعني وايضا حالة الفزع والبلبلة اللي في الشارع من وقت الاخت وقطع الطرق وقنابل المفخاخة اللي بنلاقيها من حين الاخت الارهاب كل ده الهدف واحد هو بين الناس انا عايز اردع مرسي وهو فهم ان ده طبعا كلام هراء لكن السابة الحقيقي هو الخروج الايامن للتنظيم وقيادات يعني انا لو تصورت ان فيه ثلاث او اربع او خمس او عشر قضايا بيحكم فيها ثلاثمية روامية خمسة واحد من قيادات الجماعة وده معناه ان الجماعة فقدت الصف الاولين كانوا التاني من قيادتها فقدت سمعتها وفقدت جزء ميلو من اموالها لانه فيه جزء ميلو من اموالها كان مخصص لدعم الارهاب وكان ده من مصادر غير معلومة وبالتالي فقدت مستقبلها السياسي لعشر او عشر او عشر او ثلاثين سنة جايين هو اللي بفكر فيه ان هذا السيناريو لا يحدث ان هو عايز يأمن القيادات عايز يأمن الفلوس عايز كبالله تظهر الادلة لدائي العالم بالتأكيد ان هناك تسجيلات تثبت تورط هؤلاء الناس في جرائب فظيح فهو عايز كبالل التسجيلات دي ما تطلعش للناس بالتأكيد ان محمد مرسي عليه ما يثبت او ما يشير او ما يعني يدعو للشك في انه تخابر مع جهات النابان لكن زعمات اخرى منهم التفاوض ممكن يكون على اساسي يعني ايه الحدود اللي ممكن تقبل بها الدولة بالنسبة للدولة بالنسبة للدولة هي الفكرة الاساسية مطلوب تأمين سيناء موسينا هي الورقة الاساسية اللي بيستخدمها الاخوان ايوة بالمقابل يعني الاخوان يحصلوا على ايه في المقابل يحصلوا على القانون يحصلوا على ميما يعيشوا محترمين في مكتب المنحق محترم في دولة محترمة يعيشوا في دولة قيمة على القانون يعيشوا على انه انه نلاقي يعاقب شخص لانه يحصلوا على بعدم الملحقة طالما مرتكبش بالدريمة وممكن يحصل على كيانه السياسي في شكل حزب ويشترك في الحياة السياسية ولي كل الحروق دي ضمانات ممكن تقبل بيها الدولة وكلنا نقبل مش بسي نقبل بيها ده لازم نسر عليها لكن ابعد من ذلك يعتبر هزر ابعد من ذلك اللي قتل ياخد حصانة يعني الناس تقبل دلوقتي انه الناس فيه 22 واحد من نظمة العفوة بتتكلم عليهم وتم قتلهم متجدة التعذيب ارتكبها انصار الرئيس المعزول فيه ناس امرت بدوت فيه ناس حردت على دوت وفيه ناس نفست دوليو يتم اعفاهم من العقوبة واقول علشان مقابل انه ما يحصلش تفجيرات قنابل في الشرارة ما هي هي طب ما بعد كده اتأيب معاة سياسية تستطيع ان تلجع للارهاب لتؤمن نفسها وتأمن هي هاي زي يعني وبانا قدرت على فكرة الدولة نفسها الفكرة اللي توصيخها لمصر اقترعتها وقدمتها العالم يعني الدولة فصل من 6000 سنة فانا لما اتجاهل دوت في الاخر ان انا مش عاقب حد ان هوش مظهرة مش عاقب حد ان راح اعتصم في رابعة ده حقه حق التدمع السمي وحق التظاهر السمي هي دي حق لكل الطيارات السياسية مش بس طوارج الاتوان لكن اللي حذب الناس في رابعة اللي خطف ناس من الشوارع ودهم لربعة الناس اللي ماتت الناس اللي ماتت كل ما مرتكب جريمة لابد من محاسبته عليه طبعا اللي خطف اطفال اللي بيستخدم اطفال لغمانهم ضروع اطفال ملاجئ اطفال ايتام دول في رعبة الدولة كلها دول في رعبة المجتمع الاطفال الايتام ليسوا مملوكين لجمعية خيارية طالما ثبتت التهمة بالادلة والشوط يبقى لازم يحازن اللي بيكلف بعض المتطوعين اللي بيعملوا جمعية خيارية في المجتمع بيكلفهم بيقولهم تولوا انتوا رعايتهم وادي التمرعات اللي جاية من المجتمع علشان تتولوا رعايتهم مش عشان تختفوهم وتستخدموهم ضروع لاتصام مسلح في ربع العدوية دي جريمة جريمة انسانية جريمة انسانية بالدرجة الاولى طيب الطيارات المدنية دلوقتي هي المتصدرة المشهد السياسي وطبعا جماعة الاخوان معطلة الى اجل غير مسمى الى حين خروجنا من الازمة لكن في طيارات اخرى زي حزب النور مثلا محسوبة على طيار الاسلام السياسي لكنها في وضع متأرجح الى اي مدى ممكن تشوف انه هذه طيارات ينفع ترجع للحياة السياسية هل رجوعها مرتبط بحل ازمة الاخوان المسلمين يعني حل ازمة جماعة الاخوان ترجع معنا ناكس لا تعتني الاحزاب المدنية يكون لها قدرة على التفاوض ومبادرات انا مسمعتش حزب في الحيانة الاحزاب المدنية بيرفض الجلوس مع الاحزاب الاسلام السياسي مسمعتش حزب الاحزاب المدنية بيرفض الحوار مع اي طرف بس هم بيقولوا عكس كده يعني اسمعت ان هم بيقولوا انه ما بيناش فيه ترحيب انا شخصيا دخلت في حوارات مع قيادات في حزب النور منذ اكتر من ساعة شهور يعني وفيه علاقات ممتدة لكن حزب النور الحقيقة بيعيه ازمة يعني هو لازم افهم انه عنده ازمة وده نتيجة ازمته اللي بدأت في عهد الاخوان المسلمين يعني في عهد النظام الاستابق نظام البائد حزب النور اختار انه لم يحصل على ما يستحق من مكاسب السلطة وايضا رأى بعض الممارسات التي لا تتفق مع عقدته او منهجه او بردانكو وبالتالي اختار ان ينحاز الى جانب المعارضة لكنه في كل اللحظات المفصلية لم يشترك يعني وقت صدور الاعلان الدستوري كان يونيو تعالى انه اعدوا نتكلم انك منزلش مع الميس انه في مليونيات عظيمة جدا لانه تركبته الاصلية تتنافى مع ذلك في 30 يونيو لم يشترك بالعكس رئيسه كان مقرئيس الحزب كان موجود في الاجتماع مع محمد نورسي يوم 9 عشر يونيو يوم 9 عشر يونيو محمد نورسي كان حساب الاسلام السياسي هو جابهة الدمير يعني الاشكال يومي غرع منها الاخوان نمعهم في الاصر يوم 29 عشر يونيو عشان يقول لهم نعمل ايه بكرة وقال لهم القوات المسلحة زي ما حزبهم يروحكا بعد كده ولقال القوات المسلحة بتقتراح ان احنا ندعو الاستفتاء وندعو الحكومة وده اللي بين في حتى فكرة الانقلاب وفيش حد بيعمل انقلاب وبيحذر تعمل عليهم الانقلاب وبيديهم بوضع عشان يفرجع عشان يمتصر صحيح صحيح واشتركوا في حوار استمر ثلاث ساعات او اربع ساعات حكوا اطراف منه وابر الايلا مات يتكلم وجدال مرة تكلم والتباس البرهاني حكى مكانش موجود بس حكى نقرأ عن اللي كان موجودين يعني في حزب اليوم الغاية التسعة وشين يونيو كان موجود في الاصر الاتحادية يوم ثلاثة يوليو اشترك فيه المشاورات التي سبقت عزل محمد مرسي والحقيقة انه وضع بعض الشروط اللي كانت في الحقيقة يعني ضد منطق الصور الثلاثين يونيو نفسه ومع ذلك قرل الاخرون بها واللي كان وراء قبولها بالتحديد دكتور محمد البراتح واللي اقنع ممثل حركة تمرد بقبول شروط حزب النور كان دكتور محمد البراتح حزب النور اصر مثلا على المقاشي كلام على وضع دستور جديد ومتعديل الدستور وما الى ذلك في مشاهرات الحكومة كان موجود واسمعنا انه اعترض على وزراء كتير وحتى كانت كل الناس في الشارع حتى بتقول ليه حزب النور يعني لم يشترك في تلاتين ويديو ومع ذلك بيفرد وفي الخزر وبتنفذ حزب النور اصلا يعني علاقة له من موضوع اصلا من الاولين لكن في النهاية احنا حرسين انه هذا الطيار اللي يمثل جزء كبير جدا من الشارع المصر يبقى موجود سواء حزب النور او غيره طبعا الطيار الاسلام السياسي احد الطيارات الوطنية الكبرى فيه اربع طيارات في تاريخ الحياة سياسية وتدهونها او اقصائها في غير مصلحة المجتمع المدني كله طبعا طبعا والتالي وجوده احنا نتمنى انه يتعافى اهو عنده مشكلة جزء كبير من اعضاءه موجودين في ربعة وقيته موجودة في مشارات مع السلطة الجديدة فهو في الحياة اهو في ازمة اسمعنا انه فيه تفكير مثلا في حل الحزب انه الحزب كله نفسي اه في عندهم مشاكل مدى بكر استقال ولم يقبل استقالته يعني فيه الحزب عنده ازمة كبيرة احنا نحتاجين كيان يعني في النهاية متحبر وكيان صحي لازم يجمع كل الاطياف السياسية بس اكيد المسألة هتاخده اشكرك شكرا جديلا والستاذ رامي ابراهيم الكاتب الصحفي والقيادي بتار الشعبي شكرا جزيلا مليك ومشاهدينا بعد الفاصل هنتكلم عن الاخوان او علاقتنا باسرائيل بعد في اثناء فترة حكم الاخوان وما بعدها كيف كانت وكيف ستكون خانيكمان